سمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة في غزة والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لشعب فلسطين الشقيق جاء ذلك خلال اللقاء عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رمالة مع رئيس الوزراء الفلسطيني حيث شهد اللقاء تبادلاً لرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة وكذلك الأوضاع في المنطقة الغربية كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع